اشتركوا في القناة اللي لازم تصفي حساباتها معه يا عالم يا ناس من زمان ما شفت مسلسل تركي اتعلقت فيه لها الدرجة سواء بالقصة او الشخصيات مسلسل بعيد كلية عن الافكار او الاصص المكررة رتم احداث بياخد العائل ومن دون مبالغة لما نقول جملة احداث بتحبس الانفاس فمسلسل ثانوية النجاة حرفيا بيستحق هالجملة كنا بنعرف عدد المسلسلات الثانوية الشبابية وعددهم من الكتير واكيد من لاحظ كيف بيكون بينهم الشباب في الاحداث لكن مسلسل ثانوية النجاة احداث مفاجئة بشكل غير طبيعي باستثناء موضوع التنمر اللي صار موجود بكل المسلسلات وكتاب المسلسل حرصوا على مدار التلتاشر حلقة المشاهد ما يحس بالملل بالعكس تماما خلوا المشاهد فيه فضول عالي جدا عشان يخلص الحلقات مرة وحدة عشان يعرف مصير الشخصيات لانه حكاية المسلسل بتلعب لعب اساسي على شخصيات المسلسل وحكايات كل واحد اللي بتوسع افاق المسلسل باحداث مشوقة ومجنونة وصر باحداث المسلسل كان على نمط الدراما المغامرة النفسية الشبابية شفتوا كيف خليط الدرامي اوي جدا وهذا وكله في مسلسل واحد ولا مكان للرومانسية في المسلسل الرومانسية شي مهمش في المسلسل كان على الهامش لانه اساسا الوضع اللي رح يوصلوا له الطلاب ما رح يسمح لهم يفكروا بالحب وللعلم بتعرفوا ليش المسلسل طلع اوي جدا من ناحية سرد وترتيب وصياغة الاحداث لانه الكاتب الاساسي للمسلسل هي مقبولة كوسيف هاي الكاتبة كتبت اقوى المسلسلات واحبها لقلوب المشاهدين زي مسلسل نبضات قلب واسمعني وموسم الكرز يعني عندها القدرة الاوية لكتابة الاحداث الشبابية والاحداث اللي درامية وغيرها وبتعرف زوء المشاهد وايش بحب وايش اللي رح يخليه متشوئ عشان هيك مسلسل ثانوية النجاة طلع خرافي او كمان المسلسل ابدا ما فيه تنطيط بالاحداث كونه كمان لانه مسلسل رقمي وكل حلقة مدتها منطقية جدا وهي نصف ساعة فقط ومجموع الحلقات 13 حلقة وانا اول مرة بشوف تصوير اخراجي مريب نوعا ما في المسلسلات التركية بغض النظر عن الاخطاء المفاجئة ولكن شغل المخرج بشكل عام قوي في مشاهد تم تصويرها بشكل حرفيا مرعب لانه القصة تتكلم عن حادث والطريقة التصوير المخرج للحادث ونقل الحكاية للمشاهد ابدع فيها بشكل غير طبيعي طريقة تصوير الحكاية للمشاهد كانت على مستوى عال جدا ولكن تنبيه للي بخافوا من الدم ينتبهوا من المسلسل لانه ممكن يتدايقوا والموسيقى التصويرية للمسلسل ممتازة بتجمع كل شيء انغام الدرامية وانغام اثارة وانغام تشويق بالاضافة لكثرة استخدامهم من المؤثرات الصوتية لانه دور المؤثرات مهم بالنسبة لقصة المسلسل واداء الطاقم حرفيا كلهم ممتازيا من اسليهان كبان شهيا روعة كيف كانت بالبداية البنت الهادية بسبب اللي بتتعرض له بالبيت وبعدها للاسف بيجوا الطالبات يكملوها عليها بالمدرسة وفجأة منشوف شخصية بنت تانية تنتقم منهم كلهم وميراي اكاي كمان كانت ممتازة كيف جسدت شخصيتها بالواقع كيف كانت بالماضي وتشالا بوز كانت مزعجة جدا هي المتنمرة واداء اردام شانلي كان ممتاز جدا شخصيته كانت خطيرة واداءه للشخصية كان ممتاز واسليهان كارلار كان ممتازة كلهم كلهم اتفننوا بادوار ومع مسلسل ما قبلك الصراحة عيب كبير جدا انه اول ساعة سمعتم اول ساعة اول ساعة بالتمام والكمال ما فيها اي احداث مهمة وهي حرفيا كلها مطمطة على الفاضي مثلا بيمسكوا المشهد من النسخة العربية المقتبس عنها المسلسل وهو مسلسل للموت كل مشهد من النسخة العربية مطوا فيها تقريبا من 13 ل 15 دقيقة في النسخة التركية وهذا الكلام طبقوه على طول من المشاهد الاولى مثلا المشاهد الاولى في النسخة العربية خلاص اللي هو كان فيها الثنائي وتحديدا مع البطل بيحاول يتصالح مع البطلة في النسخة العربية خلاص المشهد بيخلص لكن بالتركي ويووو طولوا المشهد ل 13 دقيقة وهكذا على باقي المشاهد يعني حرفيا اللي حول المسلسل للنسخة التركية كتابة ما بده يبتكر ولا يتعب نفسه بإضافة أحداث تكون مشوقة بس اللي عمله أضاف حوارات طويلة واللي أساسا بيكون مهم من كل هالحوارات بيكون مثلا 5% والباقي كله حشي كلام أما يبتكر مثلا أحداث جديدة ويدمجها مع القصة المقتبس عنها المسلسل أوه لا أبدا طيب ايش رح تكون النتيجة لما يمطوا في المسلسل النتيجة رتم أحداث جدا بطيء وممل يعني أهم مشهد في كل الحلقة الأولى هو كان آخر مشهد بس يعني مثلا حتى لو تشوفوا كيف اللي قعدوا يتكلموا عن أحداث الحلقة في منصة X أكتر شيء يتكلموا عنه وعلى آخر مشهد لأنه هو كان أهم مشهد وأكتر مشهد مفاجئ في الحلقة بس الباقي كان تمطيط ما في شيء مهم والله يبعط الحق لكل الممثلين اللي انسحبوا من المسلسل انتو بتعرفوا أنه أصلا قلب نورز انسحب قبل ما يقدموا البطولة للممثل إبراهيم تشيليكول من بعد ما الممثل إبراهيم تشيليكول رفض رجعوا وأصروا على قلب أنه يوافق ووافق والله ما بلومهم السيناريو مليان تمطيط وللعلم كمان مسلسل ما قبلك فيه شبه شوي من مسلسل العشق بطولة هازالكايا وقت ما البطلة وحبيبها اتفقوا على بنت عشان يسرقوها هي بتمثل إنها صديقتها المقربة وخلت حبيبها يكون حبيب البنت نفس الفكرة بس الأدوار غير عشان يسرقوه الناس الأثرية وبالرغم من إنه السيناريو كان ضايع بالتمطيط ولكن باقي عناصر المسلسل ولا غلطة يعني خسارة إنه السيناريو الحلقة الأولى مو ظابط ولكن كل شيء غيره كان ممتاز أولاً آداء الطاقم أبداً ما كان لعب خصيصاً قلب اللي لاحظ منه هو أكتر آداء مميز بحكم الشخصية اللي كان بجسدها وآداءه كان جداً واقعي وسينام ونيلبيري محترفات جداً وحتى التناسق على فكرة بينها كان ومروة واو روعة جداً ولبئين لبعض وبنيجل الموسيقى التصورية اللي كانت أنغامها أنغام درامية أوية جداً وللإخراج الممتاز الملموم من جميع النواحي سواء في طريقة التصوير والألوان المختارة بعناية في كل مشاهد المسلسل فاخسارة كل العناصر في المسلسل الممتازة إلا السيناريو كان فيه تنطيط ومع مسلسل بهار مسلسل أجواءه حلوة جداً خليط دراما كوميديا خفيثة بتزرع البسمة على وجوه المشاهدين وأجواء المسلسل الصراحة بتخليك كمان تتعلق فيهم وبشكل عام المسلسل فيه طاقة إيجابية السيناريو كله مكتوب بشكل ممتاز وكتير يتكلم عن مواقف مع الأم اللي كيف بتسخر كل شي عشان عائلتها وللعلم الحلقة الأولى كانت مليانة بالأحداث وهذا لصالحهم وكان شي ممتاز وتمثيل الطاقم طبعاً ما بيحتاجوا أي تقييم هدول أساتفة تمثيل وأكتر شي عجبني بشخصية بهار روحها العفوية والمبهجة وكثنائي بهار وأفران بحسهم حلوين مع بعض والإخراج لما تشوفوا المخرجة بتحط هيك صور في المسلسل اعرفوا أنه عندها نظرة إخراجية حلوة وهي المخرجين سليهاني شليورت فعلاً المخرجة مبدعة آخر المسلسلات كانت من إخراجها هو مسلسل الشخص آخر وأخيراً تقييم المسلسلات أولاً لمسلسل ثانوية النجاة 9 من 10 مسلسل روحة ولمسلسل بهار 8 من 10 ولمسلسل ما قبلك السيناريو كان تمطيط من الحلقة الأولى صعب يعني بعطيه 5 من 10 وأخيراً إذا حبيت الفيديو رجاء أن تنسوا دعم الفيديو باللايك والاشتراك في القناة